جيت وقعدنا وعملنا استراتيجية يعني الحمد لله ماشيين بمنظومة بيساعدوك يعني اللجنة الخبسية بتساعد من أول عمر الجناني إلى الأستاذ وليد العطاء مدية التنفيذ الاتحاد بصراحة ما فيش حد منهم بيبخل بأي حاجة عايزين المركب تمشي عايزين منظومة تكبر عايزين منظومة تبقى في حتة تانية خالص عايزين منظومة تبقى في مكانة تانية خالص دي الإمكانيات يا دكتور اللي ممكن توفرها اللجنة الخمسية أو وزارة الشاب ورياضة ولكن بحكم حدك أن أنت كنت مساهم في نشأة كورنس ايه في أستراليا هنا في مصر محتاجين إيه هل محتاجين لجنة الخمسية بس ومحتاجين وزارة والمحتاجين الأندية كمان تفرز من اللاعبات اللي يكونوا موجودين في مراكز كمان تلعب فيها كتير عشان يقدر يفرز منتخب عنده فعلا تشكيلة كبيرة من اللاعبين شو خلي أخذك على حاجة أنا يمكن اشتغلت في كون الإساقية في دول كتير قوي في أمريكا وفي كندا وفي إنجلترا وفي نيجيريا وفي أستراليا وبولندا شوية وإستونيا شوية فصدقني هنا في مصر المواهب مواهب كورت القدم للسيدات أقوى وأحسن وأكتر من مواهب كورت القدم شفتها في الدول دي بس الموضوع محتاج تكاتف من اتحاد اللعبة من الأندية على رأسا وزار الشاب ورياضة الثلاث جهت دول لو تعاونوا مع بعض صدقني هنا هنا هتبقى كورت القدم السيدات في مكانة تانية خالص وفي حت تانية خالص على القرى الأفريقية من ضمن الحاجات اللي عملناها كلاينة تطوير طبعا بإشراف الدكتورة صعر عبد الحق هي إن القايم السيدات تقتصر على أندية دوري وكاس ده لو حصل شغل محلي داخلي بالضبط فبدأنا طبعا أنت عذاك عشان تنشر اللعبة يعني أنا على التجربة بتاعتي اللي عملتها بره إن أنا بدأت القاعدة من تحت من تحت يعني إيه يعني نشر اللعبة نشر اللعبة ما بتجيش عن طريق أنك نادي دخل دوري وخلاص كده عشان تنشر حاجة لازم تبدأ بيها من قاعدة من قاعدة من تحت خالص وهي قاعدة النشاءات فإزاي تنشر اللعبة على مستقع النشاءات أولا الدكتورة صعر عبد الحق وأنا قدرنا إن إحنا نعمل توقيع بعض بروتوكولات مع أزارة التربية والتعليم وقدرنا الدكتورة صعرها إنها تدخل كرة القدم للسيدات في الحافز الرياضي على مستوى المدارس بعد بعض اللعبات الفردية بس هي اللي دخلت في الحافز الرياضي دخلت كرة القدم للسيدات دلوقتي بد من ضمن الحافز الرياضي اللي هي وحاليا في دوري مدارس حيبدأ كان في دورة نشطية أولى من شهرين بالتعاون بيننا ومن وزارة التعليم كان مشترك فيه 14 محافظة 14 فرقة من 14 محافظة كانوا متوجدين في هذا إحنا بس كنا عاملين الدورة نشطية للإعلان عن وجود إن إحنا بنعلن وجود كرة قدم سيدات في المدارس إذن دكتور هنا بروتوكول كان إيه تحديداً بين وزارة التربية والتعليم وبين اللجنة الخمسية هو إن كرة القدم للسيدات تخش ضمن الحافز الرياضي وعلى مستوى المدارس على مستوى 27 محافظة إن إحنا بقيادة الإدارة الفنية بقيادة دكتور محمد سعد لو محتاجين دعم فني الإدارة الفنية في الاتحاد موجودة تدعمكم فنياً هل توفروا أماكن مثلاً اللاعبات في المدارس إن اللعبوا دوري أو دورة نشطية إذا ما حاك عملتم مثلاً كده من خلال وزارة الشباب ورياض توفروا الملاعب لأنه ممكن ده بقاش موجود في المدارس فيه طبعاً بعض مدارس موجود فيها وبعض مدارس مش موجود فيها فالدعم الفني حيبقى شامل لو فيه طبعاً المدارس بقى فيها ومدرسين تربية رياضية لو محتاجين دعم فني من ناحية التدريبية من ناحية التسقفية من ناحية دي كلها لأن الشغل مع تدريب البنت في قرد خانم السيدات غير الولاد خالص